من جديد أهلا بكم أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ريبوار هادي أكد عدم وجود جلسة طارئة لانتخاب رئيس لمجلس النواب وقال هادي إن أعضاء البرلمان يتمتعون الآن بالعطلة التشريعية ولا يوجد أي حديث عن وجود جلسة طارئة بشأن انتخاب رئيس للبرلمان وأضاف أن ملف اختيار رئيس للبرلمان يحتاج إلى توافق سياسي وأنه لا يوجد أي توافق حتى الآن بشأن اختيار الرئيس لافتا إلى أن المباحثات ستستأنف بعد عطلة عيد الأطحى وذلك من أجل الوصول إلى اتفاق على مرشح واحد من المرشحين السابقين أو مرشح واحد غيرهما